يقولون أن الإسلام نزل من أجل عدالة والمساواة والإنسانية قلت لهؤلاء كذبوا عليكم الإسلام جاء من أجل طاعة الله ورسوله فقط وأيضا تحريم طاعة أي إله ورسول غيرهما ومن لم يفعل حل لجميع دمه وماله وعرضه ومصيره جهنم ومن يصور الأمور بغير ما هي عليه يكذب على دينه بحجة الدفاع عن دينه يكذب من أجل دينه فأقول لهؤلاء لو صح كلامكم إلا شهدنا ولو ليوم واحد خلال 1500 عام تقريبا أي شيئا ما من العدالة والمساواة التي تدعون أن الدين جاء من أجل نشرها وأشير يجب أن أشير إلى قضية أساسية أن هناك فرق بين العدل والعدالة العدالة مفهوم حديث يختلف عن العدل العدل بالنسبة للدين ليس لا ينسجب مع المساواة العدل بالنسبة للدين يفرق بين الذكر والأنثى يفرق بين العبد والحر وما إلى ذلك فبالتالي الدين لا يقر بمبدأ العدالة والمساواة بين أفراد البشر جميعا طبعا هنا يعني واحدة من الأشياء التي الذين ردوا على كلامها قالوا لو كان كلامك صحيحا فعلينا أن نتساءل كيف عاش المسيحيين واليهود والصابع إلى جانب المسلمين لقرون طويلة فهذا كلام لا ينسجب مع كلامك والدعائك بأنك إنسان محايد وفي الحقيقة أنت إنسان يعادل جميعها وخاصة الإسلام لأن مؤلم كلامك يتناول الإسلام تحديدا وقال بأنك تتهم الإسلام بأشياء من هذا القبيل وتستثني المسيحي وما لا ذلك وكيف تريدني أن أتقبل منك هذه الإهانة لديني والتعدي عليه وإن اعترضت أنك ستتهمني بالعنصرية والتعصب والتخلف قلت هذا كلام لا صحة له أنا أنتقد الدين مثل ما أنتقد أي شيء آخر والانتقاد الدين لا علاقة له بالإهانة والتعدي على الدين الدين هو الذي الرجل المتدين من حقها أن ينتقد أي شيء أي أفكار ليست مسألة أنه عدم أن ننتقد الدين الدين موجود في كل تفاصيل الحياة فبالتالي هو الذي يتواجد في كل تفاصيل حياتنا ويفرض حضوره فبالتالي من الطبيعي أن نعترض من الطبيعي أن نجد أن هناك إشكالات لا وجود لشيء مقدسة الدين ليس مقدسا وهذا التصور يبدو نشره رجال الدين ورجال السلطة وحاولوا أن يصور للناس بأن أي اعتراض على الدين أو أي ملاحظة أو أي نقد ولو بسيط ليس للدين فقط بل لأي رجل دين مهيم في المناطق التي نسكنها هي اعتراض على الآلهة وكان ما نحن عبيل فقط واجبنا وعلينا أن نطيع ولا أن نناقش ولا أن نفعل أي شيء أننا مجرد آلات وأدوات تطيع رجال الدين وليس لها حق حتى بأن تقول كلمة واحدة بالضبط كما هي الصورة والمشهد الذي نجده في الجوامع والأماكن الدينية هناك شخص يجلس أو يقف على المنبر وهناك البئات الذين يجلسون ولا حق لهم بأن يتبادلوا الكلام مع هذا الشخص الذي يجلس على المنبر هؤلاء أشبه بالصورة الأب مع ابنائه الأب الذي على جميع طاعته وعدم مناقشته وتنفيذ تنفيذ جميع أوامره فعدما يقول لي بعضهم يقول أنت لا تهاجم الدينية المسيحية فأقول لها أولا اللفظة غلط أنه أنا لا أهاجم الأديان أنا أنتقد الأديان باتبارها مهيمة على واقع الحياة وتتدخل في كل تفاصيل فمن الطبيعي أن أنتقد هذه الممارسات وأقول لا بس فيجرب الدين حظه في إدارة شؤون الناس لكن ليس عليه أن يقول بأن الطريقة هي الصحيحة وأن لا حق لأحد بمعارضتي ونقدي أو أن لا يمكن أن يدعي الدين بأنه هو الحل الوحيد وإن كان واثقا من نفسي بهذه الدرجة أو لهذه الدرجة عليه أن يغلق الأبواب على الجميع ويؤتيه الفرصة لجميع أن يدخل في حالة صراع ومنافسة معه على إدارة شؤون الناس بالضبط يعني هو سوق يعني هناك سوق وبضاعة فلا يمكن أن تجبرنا على شراء بضاعتك وإلا أصبحنا أناس يقطعون رزقك أو يقطعون سبيل المعروف أو ما على ذلك لا أنت ذا عند بضاعتك جيدة فلماذا تمنع الآخرين من عرض بضاعتهم فواضح أن أنت لا تعرض بضاعة إنما أنت تجبر الناس جميعا على أن يأكلوا من يديك وعلى طريقتك وبعد ذلك هم الذين يدفعون لك الثمن بالسعر الذي تحدده أنت هذا هو الدين الموجود بصراحة يعني لا بد أن نعترف بهذه المسألة ومن يهاجم ويعترض على من يتحدث ضد الدين بهذه الطريقة هو شخص خائف إما خائف أو رأديد أو تعود على أن يكون ذليلا ومستعبدا وغير قادر على التعبير عن نفسه بل أصبح عاجزا عن التعبير عن نفسه وفرض آرائه أو التعبير عنها بأي شكل من أشكال وعليه فأنا من يقول بأن الدين أو الدين الإسلامي أو حتى اليهودي أو حتى المسيحي هو هذه أديان نزلت من هذه العدالة والمساوات والإنسانية وما إلى ذلك فهذا كلام غير صحيح ولا علاقة له بالواقع ولا علاقة له بالدين أصلا ولا بالتعاليمه ولا بأركانه جميعا المسألة لا علاقة لها بكل هذه الأشياء العدالة والمساوات والإنسانية المفاهيم حديثة ومعاصرة هي التي كانت نتيجة لمبادئ حقوق الإنسان وأتمدتها الأمم المتحدة وأصبحت مسألة لا تقبل الجدل على صعيد العالم أجمع فعندما قد يعترض البعض يقول أنه الدين نزل من أجل طاعة الله ورسوله لكن هذا لا يعني بأن هذا الدين جاء بأقر الظلم ولم يعترف بمبدأ العدل أقول هذا الكلام غير صحيح العدل الديني المعناه مختلف ورجراج ومفهوم غير حقيقي مفهوم مزيف موجود للإعلان العام فقط لكن عندما يحتاج رجل الدين أي شيء يضرب مفهوم العدل عرض الحائط ويمارس ما يشاء بدليل مثلا ببساطة يعني مثلا عندما تقول هل أنه من الظلم مثلا سبي النساء وبيع أطفالها لمجرد مثلا زوجته كافر خنف ترث كافر ومن أشهد للكفار فهل يجوز أن تأخذ امرأته وتبيعها أو تمارس معها الجنس مع أطفالها هذا هو من العدل يعني يقول لك لا هو من العدل لأنه الدين قلب المفاهيم هل من العدل أن تدخل على الناس مجرد أنهم كفروا مثلا أو لا يؤمن بالله أو تدعي حتى لو في أخصى الأحوال تدعي لك هل من العدل أن تأخذ أموالهم وتبيع حلالهم وتقتلهم هو مختلف معاك يعني فأين العدل في الموضوع وهكذا أين العدل في معاقبة حتى الكافر نفسه إلى الأبد وليس إلى وقت محدود في الآخرة يعني يدخل إلى مليار سنة هو يستمرون في تعذيب هذا الشخص مجرد لأنه لم يؤمن بالله يعني هل من عقول أنه إنسان لا يؤمن بالله الله هذا الإله يزعل عليه ويعاقبه هذه العقاب الأبدي هل يؤقل أن هناك إله من هذا هو الإله هو الذي خلقه أصلا هذا منطق ضعيف جدا فبالتالي أنا ليس الهدف أنه أطعن في الدين ولا أنه شن على الدين لكن أقول هو هذه المفاهيم القديمة التي كانت تؤمن بها الناس وعلينا أن نتطور يعني هذا القضية ما حاجب على الدفاع عنها نقول هذا مفاهيم وعادات وأعراف ومؤتقدات وناس مر عليهم الزمن وانقرض الحال معهم ومع مؤتقداتهم فبالتالي علينا أن ننظر أمور بطريقة مختلفة وأن نعرف بأن الإيمان بالدين من هذا النوع لا يمكن يعني حتى لو شئنا الدفاع عنه فهو غير ممكن غير ممكن أن تغزو ناس آخرين وتأخذ نسائهم وتسبيه وتبيع أطفالهم غير ممكن أن أنت تعاقب الآخرين بطريقة لأنه عند رأي يقول لك أنا غير مؤمن مثلا أو لا أمن بالله لا أمن بالله الذي تؤمن به أنت فالآن أصبحت هذه مسألة غير ممكن أن أنت تطبقها أو تنفذها بحق الجميع الدين حتى لو هو السلطة الحاكمة هي متدينة فمن غير ممكن أن تمارس كل ما تشاء يعني أن تصير عمليات تطهير أرقي لا تستطيع فلنفترض الآن هناك يزيدين كما حدث مع داعش يزيدين لا يؤمنون من نص مليون إنسان هل ندبحهم جميعا بحجة أنهم ليسوا من أهل الكتاب إذا فعلت هذا في العالم بأكمله شيء ينقلب عليكم لن يسمح لكم بهذا فبالتالي القضية أصبحت خارج المنطق وليس لأنك تعتقد بهذا الشيء لأنه الواقع المعاصر اختلف تماما فأنت لا تستطيع أن تستمر بإيمانك نفسه ممكن أن تتكتم على هذا الإيمان لكن بالنهاية أنت لا تستطيع ممارسته وبالنهاية أنت خارج المنظومة البشرية أو الدرجة التطور التي بلغها البشر جميعا في كل مكان عليك أن تتساوق معهم وإلا فأنت ستعتبر من القبائل البدائية أو من المجتمعات التي لم تتسير على هدي التطور الذي صارت عليه البشرية جمعا طبعا البعض قد يقول بأن صور العدالة عبر تاريخ الدين والإسلام عموما تحققت في العديد من المرات وأن هذه المرات دائما تحققت فيها العدالة والمساواة خاصة في صدر الإسلام أيام الرسول والنبي وخاصة في فترة الراشدة وفترة عمر بن عبد العزيز وفترة هارون الرشيد طبعا وهدم التعليقات التي وصلتني قال أيضا في بدايات الحكم الأموي في الأندلس تحققت هذه العدالة ويعني قضاء كل ما يتعلق بالمساواة والخيرية والعفاف وغيرها من مكارم الأخلاق أيضا في فترة صلاح الدين العيوبي بعد بعيدة تحرير القدس أيضا كما يقول هذا الشخص اللي هو اسمه وثاب خالد الجعفر موجود النص مالته يقول بأنه أيضا بعد سلاطين أيام سلاطين آل أثماني نقوياء ويقول هكذا استمر الحال وحتى ساد الجهل والظلام والظلام والظلم والظلام على هذه الأمة وإن شاء الله كما يقول ستعود إليها الأنوار قريبا قلت له يعني واضح هذا كلام دعائي ولا أصلا له مسألة تحقق العدالة هذه قضية غير موجودة بتاريخنا لأنه هنا أصلا من أركان الدين أن لا توجد عدالة إنما يوجد عدل يعني لا يوجد ما يسمى أسنان مشتصحة والبقولة موجودة لكن هذا غير موجود لأنه شهادة المرأة يعني شهادة الرجل بشهادة امرأتين مثلا فهذه ليست عدالة وليست وساوات العدالة أن تعدل بين شخص وآخر بين كائن وآخر بعدما تفرق بين الأفراد تفرق بين هذا الحر والعبد وهذا إذن ليست لديك عدالة ليست لديك عدل وهذا مفهوم مختلف تماما وإشكالاتها خطيرة جدا ليست إشكالات عادية ومجرد اختلاف بالمفهوم لا مسألة معقدة جدا وفيها التداعيات خطيرة جدا تؤدي بالنتيجة لا استحالة تطبيق الشريعة الإسلامية أو الشريعة الدينية في وقتنا الحاضر وفي عالمنا المعاصر مسألة لا تقبل النقاش ليست مسألة آراء واجتهادات وتعويلات لا أي شخص قانون الآن يسمعني يعرف ماذا أقصد أما المسألة الأساسية الأخرى فأن الدين لا علاقة له بحالة الناس المادية لا يوفر لهم خدمات لا يوفر لهم حقوق إنما يأخذ الحقوق منهم بالكامل فهي كلها يعني التبجيل الدين بهذه الطريقة هو مسألة نشرها رجال الدين اللي سبب بسيط يعني كحنا جماعة يجب أن نحافظ على وحدتنا ووحدة كلمتنا وعلينا أن نقدس ونبجل ونربط على أكتاف رجال الدين وأن لا نمسهم بالسوء ولا بكلمة ونحاول دائما أن نكون أناسا مطيعين لا نناقش ولا نعترض على أي شيء مهما كانت الأحوال مهما كانت أحوالنا سيئة علينا دائما أن نتكاتف فهذا الهاجس الاستحذائي أو التعبدي أو التقليل قيمة الإنسان قيمة كل إنسان من نفسه أمام الجميع بحجة الدين والتدين وحجة الطاعة وحجة الطاعة الله ورسوله وما إلى ذلك هاي كلها أساسا أهل الناس تعلمتها من خلال رجال الدين ووجودهم اليومي في الشارع هذا كلها بسبب التعليم الديني السيء وسبب غسل العقول المستمر يوميا على مدى على مدى حياة أي شخص ومن لحظة الولادة يجد نفسه يعيش داخل تحت ظل رجل دين موجود في جامعة جامعين بالشارع كل شارع تجد فيه جامعة هذا الجامعة موجود لكي يحفظ سلطة رجال الدين وأيضا يحفظ سلطة الحاكم وهذا الرجل الديني يغطي المشاكل الأساسية التي يعاني من هالناس فوظيفت دائما أن يشغلهم بقضايا لا علاقة لهم بها وليست من أساسيات حياتهم يحجثهم عن الآخرة عن القيامة يحجثهم عن عذاب القبر يحجثهم عن الصحابة عن كذا والكذا لكنه لا يحجثهم عن مشاكلهم اليومية لا يحجثهم عن الفقر لا يناقش موضوع الظلم الذي يتعرضون له لا الحقوق التي يجري اختصابها يوميا كل هاي لا يتعدد عنها رجل الدين فهو أشبه برجل يعني دائما نقول الدين هو منظومة تشبه منظومة التنمية البشرية التي انتشرت في العقود الأخيرة في العالم فهي هدفها دائما أنه تلقي باللوم على الأفراد باعتبارهم غير مطاعين لديهم شهواتهم ولديهم قصورهم ولديهم عجزهم وعليهم أن يراجعوا أنفسهم ويحسنوا منها وأن من الفاشل هو فاشل بطبعه وأن لا دوره للسلطة ولا للحكام ولا للرجال الدين أو ممثلي المجتمع الطبقات المهيمة بالمجتمع هؤلاء ليست مسؤوليتهم إنما مسؤوليتها للأفراد هم الذين لا يجدون التصرف ولا ينهضون بذاتهم من ذاتهم ويعتمدون على أنفسهم يعني هذه هي التنمية البشرية والدين نفس الحالة باللغة هو الدين المنظومة التنمية البشرية القديمة والتي ما زالت تسمى دين هي نفس الشيء لا فرق بينهما على الإطلاق على كل حال أشكركم وأتمنى أكون وصلت لفكرة ومع السلامة ترجمة نانسي قنقر